ننتقل الآن إلى مرسلنا راعد بن طريف ليضعنا في صورة واقع الحال في منطقة جبل الجوفة راعد أرجوك ضعنا في صورة الأوضاع في المنطقة نعم علي مساء الخير لك ولي جميع السادة المشاهدين في الحقيقة علي منذ لحظة الإعلان عن انهيار ثلاثة منازل في منطقة الجوفة ونحن نتابع تطورات وتداعيات ما أدى إلى سقوط البنايات الثلاثة نحن الآن متواجدين أمام المنازل التي أنهارت في منطقة الجوفة ومعنا هنا العميد أيمن امدانات مدير دفاع مدني شرق عمان سنتحدث معه بالتفصيل حول الحديثة التي جرت هنا مساء الخير عميد مساء الخير حبيبية الله أخليك بعد سقوط المنازل الثلاثة باعتقادك هل زال الخطر أم ما زال الخطر موجود سيد أولا شاء الله يعطيك العافية الصحيح هو الشيء نحمد الله على كل شيء الصحيح إنه لم يكن هناك أي إصابات وهذا الشيء بعود الصحيح لسرعة وصول طواقم الدفاع المدني للموقع وإخلاء الشقق كاملة بالإضافة لإخلاق الشقق المجاورة لهذه المبلغ الصحيح كان هناك صباح هذا اليوم اجتماع تنسيق في مكتب معالي وزير الداخلي لكافة الجهات المعنية من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت إلى سقوط هذه المباني ومن ثم الإجراءات السريعة لاتخاذ الإجراء المناسب وبعتقد إن شاء الله غدا صباحا سيتم المباشرة بالعمل حسب التوصيات التي صدرت عن هذا الاجتماع إلا أنه دنوه أنه هناك الصحيح يعني لا زال الخطر قائم لا زال الخطر قائم ويجب الإسراع بعملية إزالة الإنقاء الخطر هناك احتمالية لا سمح الله هدم أحد البيوت وخاصة البيت المجاور لهذا المبلغ فأحنا بنطلب إن شاء الله يعني أنه تكون سرعة الإجراء أسرع من هيك يعني نتمنى أنه بكرة تبلش عملية الإجراء على أساس نقدر نعرف شو هي الأسماب اللي أدت الانهيارة سيادة الخميدي يعني نتحدث على كتش منزل موجود هنا في المنطقة إحنا أخذينا ما يقارب 17 منزل 17 منزل ما يقارب حوال 3.8 منصد المنازل مهددة منصد المهددة بالإنهيار هني إحنا لما نقول 17 لما نقول 17 فمعناته 17 فضولة مهددة للخطر مهددة للخطر في حال لا سمح الله كان هناك انهدام أو انهيار لأحد الأبني الموجود أمامنا الآن إلا أنه إن شاء الله يعني أتمنى أنه إن شاء الله ما يكون هناك أي نيار أو هدم لأحد الأبني والإجراء أنه يتم بكرة أو غدا صباحا يعني إن شاء الله من قبل الجهات المعنية للوقوف أنا بركز على الأسباب أهم شيء نعرف الأسباب الرئيسي اللي أدت لهذا الشيء اللي أدت لهذا الشيء حتى يتم معارشه الصحيح هناك تساؤلات عديدة من المواطنين حول آلية هدم ما تبقى من المنازل التي تشكل خطورة على باقي المنازل المجاورة باعتقادك وبتقديرك كيف سيتم التعامل مع هذه المنازل سيدي الصحيح مبارع حضر معالي وسغير الأشغال العامي مشكورا برفقة مجموعة كبيرة من المهندسين أصحاب الاختصاص وحضروا للموقع وهذا الصحيح يعني عمل دراسي شاملي للموقع من أجل الوقوف حكيت لك أنا على الأسباب اللي أدت لهذا المباني غدا سيحدد آلية العمل هي آليات خفيفة أو آليات متوسطة أو آليات ثقيلة هذا يعود لحسب اختصاص المنازلين المقتصفين في وزارة الأشغال العام شكرا جزيلا لك عميد شكرا لك زميل علي هنا بجانبي أيضا أحد سكان المنطقة وهو أحد أصحاب المنازل التي انهارت سنتحدث معه بالتفصيل حول الحادثة التي جرت هنا تفضل تعرفنا بحضرتك دكتور صالح حرب ابن صاحب هذا المنزل أو أول منزل تم سقوطه يعني دكتور بعد التوجيهات الملكية بإخلاء جميع قاطني هذه المنازل ورسالهم إلى شقق فندقية بتقديرك كيف سيتم التعامل لاحقا مع هذه المشكلة طبعا نحن بداية نشكر جلالة الملك على الاهتمام الفوري والسريع ليواء هؤلاء الناس في شقق مفروشة وياء سكن محترم ويعازوا للجهات الحكومية لتدخل السريع وأيضا نشكر وزير أشغال العامة على مجيء إلى هنا ودخول المنطقة منزلا منزلا وتفقدها وأمر بالأمس وزير الأشغال بإخلاء إحدى المنازل لسوء الصرف الصحي ووجود تشققات في إحدى هذه المنازل لكن عتبنا على عمدة عمان عمدة عمان لم يجأ إلى هذه المنطقة بتاتا فهذا عتبنا لأن الموضوع خطير جدا كل ساعتين ثلاثة يسقط بيتا فلذلك الموضوع خطير جدا ونرجو من الجهات الحكومية أن تهتم بالرسالة الملكية ومتابعة الموضوع دكتوري أنا بالحديث وزير الأشغال خلال زيارته أمس لهذه المنطقة تحدث عن وجود المناهل وأثرها على سقوط المباين نعم تحكينا شو المشكلة الفعليا الصرف الصحي اللي موجود عندكم في المنطقة أنا أشكر وزير الأشغال لدخوله للمنطقة منزلا منزلا وتفقدوها بأم عينيه ووجد أحد المنازل أن الصرف الصحي فائض ووجود تشققات في تلك المنازل في الأعمدة الرئيسية فأمر بإخلاء هذا المنزل على الفور فأنا نشكر وأيضا أنا أبيتي عدم مواخذة هنا صرف أنا احنا قدمنا شكاوي باستمرار الأمانة ولكن لا حياتي لمن تنادي لسوء الصرف الصحي فنرجو إلى حل هذه المشكلة لأنه ما زالت المشكلة قام ويستمر شكرا جزيلا لك نعم هذه صورة عامة ربما الأوضاع هنا في منطقة الجوفة بعد سقوط ثلاثة منازل والتحذير من انهيار ما تبقى من المنازل المجاورة بالأمس كما ذكرنا كان هنا وزير الإشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة أكد بأن هناك سبب رئيس لمياه الصرف الصحي والحفرة الامتصاصية التي تم إنشاؤها قديما تحت هذه المنازل والتي ساهمت في تأثير على أساسات هذه المنازل التي بنيت كما قيل في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لك علي